صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة بحضور أعضاء المجلس سلتت صاحبة سمو الملكي الضوء على الإنجازات الهامة للمؤسسة خلال هامين 2022 و2023 في كلمتها بالمناسبة ركزت سموها على العمل الضوء والمتواصل للمؤسسة مع شركائها في قطاعي الثقافة والتربية الوطنية بالمدارس الابتدائية والتناوية الإعدادية من أجل توعية المتعلمات والمتعلمين بتراثهم وضرورة المحافظة عليه كما وجهت صاحبة سمو الملكي الشكر الجزيل لجميع الشركاء على دعمهم المستمر والتزامهم الثابت بمبادرات المؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء استحضرت مجهودات مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط في تعزيز التعاون الدولي مشيرة إلى الشراكة مع منظمة اليونسكو التي تشيد بعمل المؤسسة لتعزيز مكانة الثقافة والفن والتربية داخل المؤسسات التعليمية وجددت سموها التأكيد على التزام المؤسسة بتشجيع البحث في علوم التراث الثقافي وزيادة الوعي العام بأهمية التراث من خلال مبادرات الوساطة الثقافية التي تشجع عبرها المؤسسة على خلق دينامية لصون التراث ونقله تشمل الخبراء والمؤسسات والمجتمع المدني والعموم 2022 و2023 كان عامين غنيين بالمبادرات التي حققتها المؤسسة برئاسة صاحبة سمو الملكي على مستوى التربية وصلت المؤسسة تنزيل برامجها التربوية في الرباط ونقلتها إلى تارودانت في سياق تضامن مع متضرري زلزال الحوز يمكن تقديم حصيلة البرنامجين كالتالي استفاد أزيد من 10600 متعلمة ومتعلم من برنامج أكتشف تورات مدينتي فيما بلغ عدد المشاركين في البرنامج التربوي أرسم تورات مدينتي ما يقارب 3500 متعلمة ومتعلم هذا بالإضافة إلى مئات الأساتداء والمدارس والأقسام المنخرطة في البرنامجين أما بخصوص توحيد جهود الفاعلين فندمت المؤسسة ورشات علمية وموائد مستديرة هالجت عبرها مواضيع تهم التربية الثقافية والفنية والتورات في علاقاته بالإنسان والبيئة مما ساهم في جلب الإشعاع دولي للمؤسسة قادها إلى عرض تجربتها دولياً وتنظيم لقاءات كما الأمر بالنسبة لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 وكما شاركت أيضاً في مؤتمر اليونيسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون وبشأن التحسيس عملت المؤسسة في إطار برنامجها رقمنة التراث على رقمنة قصبة لودايا كما أطلقت زيارة افتراضية حصرية للقصبة بالإضافة إلى ذلك نظمت المؤسسة معرض الزربية الرباطية نسيج من الفنون ومعرضاً حضرياً متنقلاً الرباط تراث للإنسانية هذا إلى جانب برامج بودكاست تركز على توثيق الذاكرة الجماعية في مقدمتها بودكاست قصص رباطي وبهذه المناسبة وجهت صاحبة السمو الملكي الشكر الجزيل لجميع الشركاء على دعمهم المستمر والتزامهم الثابت بمبادرات المؤسسة مجلس إدارة المؤسسة صادق على البيانات المالية بناء على رأي مراقب الحسابات القانوني الذي يشهد بأن البيانات المالية منتظمة وشفافة وتعطي من جميع جوانبها الهامة صورة حقيقية وضقيقة عن نتائج العمليات للسنتين الماليتين 2022 و2023 و2023